اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الذي اخذ خيطا من فكر ابيه وانطلق بدبي لآفاق جديدة فقد عرف ابي من جدي بان حياة دبي الاقتصادية وميزتها الرئيسية تكمن في انفتاحها على العالم وربطها بين الشعوب كافح ابي لبناء مطار دبي ومنعه البريطانيون في البداية لكنه اصر حتى استطاع تحقيق حلمه لقد كان يشتد في اعماق نفسه ذلك الخيط الذي ورثه عن جدي كنت في العاشرة من عمري تقريبا عندما احسست ذلك الاحساس اننا في دبي لدينا كل الامكانيات المطلوبة لنكون مدينة كبيرة للتجار والزوار كان مجرد احساس راودني بينما كنت مذهولا وانا اقف لأول مرة في حياتي وسط مطار هيثرو في لندن كان ذلك في العام 1959 حيث كان والدي حينها في زيارة الى العاصمة البريطانية ليحاول اقناع رئيس الوزراء آنذاك بالسماح لدبي ان تبني مطارها في نهاية السبعينيات كنت في حديث مسائي مع والدي عندما اخبرته باننا لا بد ان نطور طيراننا المدني بشكل اكبر ونستثمر هذا المطار بشكل مختلف ونبدأ التسويق لدبي بشكل جديد نظر والدي في عيني فرأى جديتي في الموضوع قال لي تعال بخطتك خلال يومين عندما دخلت مكتبه بعد يومين كنت اعرف انه سيسمع شيئا غير الذي كان يتوقعه فردت اوراقي نظرت اليه وابتسمت فابتسم انتظارا وترقبا ارجع كرسيه للوراء واخرج غليونه وبدأ يصغي باهتمام عرضت عليه مشروع الذي اسميته ديستنيشن دبي لم يكن المشروع تطويرا للمطار فحسب بل للمدينة كوجهة حدثته عن تطوير المطار وعن اطلاق سياسة الاجواء المفتوحة في دبي لتمكين اي شركة طيران من تسير رحلة من وإلى مطار دبي وعن اطلاق حملات للتسويق لدبي وبناء فنادق جديدة في الامارة حدثته عن الدخل الذي يمكن ان يعود على الامارة من كل ذلك لم يكن حديثا طويلا لكنه كان يحمل الكثير من طموحاتي واندفاعي وافكاري التي تبدو مجنونة احيانا كانت اجابته ابتسامة كبيرة وكلمة واحدة الناموس وكان يقصد رضاه عن جميع ما تم عرضه ومنذ ذلك اليوم تم تعيين مسؤولا عن كافة شؤون التجارة وتسويق السياحي وتطوير المطار في دبي وقبل عدة اعوام وتحديدا في العام 2014 خرجت الصحف البريطانية بعنوان عريض في صفحاتها الاولى مطار دبي يتخطى مطار هيثرو كاكبر مطار في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين قرأت الخبر تذكرت وقوفي مذهولا وأنا في العاشرة من عمري قبل اكثر من خمسين عاما في مطار هيثرو وقلت في نفسي سبحان الله قبل اكثر من خمسين عاما في القرآن قبل اكثر من خمسين عاما في القرآن شكرا